استضافت استبلات المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراح حفل استعراض الجيادة العربية الأصيلة الذي أقيمه في إطار الفعاليات المصاحبة للمؤتمر وحضره سمو الشيخ سلمان بن حمد بن محمد آل خليفة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان آل خليفة وسمو الشيخ علي بن محمد بن سلمان آل خليفة بالإضافة لسيد بيتر بوند رئيس المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة وألقى سمو الشيخ سلمان بن حمد بن محمد آل خليفة كلمة في بداية الحفل رحب فيها برئيسي وعضاء اللجنة المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة مشيدا بجهودهم الكبيرة في الارتقاء بعمل المنظمة والتكاتف من أجل حماية الخيل العربية الأصيلة حول العالم معتبرا أن هذه الخطوات ساهمت إلى حد كبير في حفظ الإنتاج والسلالة في كتب الأنساب الرسمية المعتمدة وتم خلال الحفل استعراض عدد من الجياد العربية الأصيلة والنادرة والتي تضمها الإستبلاث حيث توجد في الإستبلاث سلالة أصيلة معروفة الأنساب